بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين دمسنا اليوم هو سورة قاف من آية 23 إلى آية 35 نأتي إليها ونستمر لها بسم الله الرحمن الرحيم وقال قريبا هذا ما لدي عزيب القيا في جهنم كل كفال عميد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد قال قريبا ربنا ما أطغيتم ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد خدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعد ملك لأواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب مريد ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها وندينا مزيد صدق الله العظيم إذن استمعنا إلى الآيات الكريمة وسوف نبين المعاني الواردة لها نأتي إلى تلك المعاني ما المقصود بكل من المعنى الأول عتيت يأتعني حاضرا ومعيد المعنى الثاني مريد تعني شابك في وحدانية الله المعنى الثالث قال قرينه ربنا ما أطغيته تعني القرين الملافم للإنسان من الشياطين رابعا أطغيته أي أجبرته على الشيط نأتي إلى الصفحة التالية أزلفت ما معنى أزلفت أي اقتربت خسنا نأتي إلى المعنى الأخير بقلب مني أي لقلب سليم تلك المعاني هي التي وردت عن الآيات الكريمة نأتي إلى استذكر استذكر أهم الموضوعات التي تحدثت عنها الآيات الكريمة من آية واحدة إلى آية نعمل نشرون من سورة قاف إذن سبق لنا سبق لنا وأن مررنا على الآيات الكريمة من سورة قاف الجزء الأول وكانت تنص تلك الآيات عن أولا القياف بالقرآن الكريم ثانيا دلائل قدرة الله تعالى على البع ها هي الإجابة فكان ذلك من ضمن المواضيع التي نصت عليها سورة قاف الجزء الأول نأتي إلى المواضيع التي نصت عليها تلك الآيات الكريمة من الجزء الثاني نضع هنا سؤال اذكر أهم المواضيع آيات الكريمة من ضمن تلك الموضوعات أولا عقبة الكافرين سوف نتحدث عنها بعد ذلك البعض المواضيع وأيضا تخاصم الكافر مع شيطان ثالثا هو مصرير المؤمنين نأتي إلى الموضوع الأول كما ذكرناه وهو عقبة الكافرين ثانيا دلائل الآيات لدينا هو مشهد من مشاهد يوم القيامة حيث يكتب الإنسان إلى أرض المحشد ومعه قرينه إذن يكون لديه أيضا الموكلان الذين يساقونه إلى أنوار من ضمن أسماء هؤلاء الملاثة سائقا وشهيد لكن ما هو وظيفة الملاث سائق وشهيد يوم القيامة هو يطلب منهما أن يلقي كل كافر في نار جهند إذن لماذا يطلب من سائق وشهيد أن يلقي كل كافر في نار جهند أحسنتم لأنه أشرك بالله تعالى وكذب بالقرآن الكريم والبعث والحساب وأيضا منع الخير وظلم الناس واعتدى عليهم ونستعيد بالله العظيم من نار جهندنا ومن تلك الأفعال نأتي إلى الصفحة التي تليها إذن هناك ورد عندي مناقش حسنا مناقش ملاقي في أثر معرفتي بوجود كل مما يأتي أولا قليلا من الملائكة يسجل أعمالي إذن لكل إنسان هناك قليلا من الملائكة يسجل أعمالي ونحن نعلم بتلك القصة بأنه يوجد ملكان على أكتاف كل من بلغ إذن نصبح محاسبا ويسجل أعمالي من قول أو فعل إذن هنا أخاف أن يسجل أعمالي بشكل عام هي السيئات لأنني سأحاسب عليها نأتي إلى ثانيا قريل من الشياطين قريل من الشياطين يوسوسلي إذن في هذه الحالة ماذا علينا أن أفعل؟ حسنتم أن أستعيد منه ومن وسوسته وعلى الإسلام أن يلتزم الاستعاذ بالله الرغم نأتي إلى الموضوع الثاني الذي نصفت عليه الآيات الكريمة وهو حسنتم إنه تخاصم الكافر مع الشيطان هل يتخاصم الكافر مع الشيطان؟ أجل إنه يوم الآخرة يأتي الكافر ويره شيطان لكن هنا يخاصمه فكيف يكون ذلك؟ بأنه يقف الكافر بين يضل الله تعالى يوم القيامة للحساب فيحاول أن يلقي سبب كفره على من؟ إذن على قريره الشيطان الذي كان يوسوس له وأضله في الدنيا لكن الشيطان هنا يتبرأ منه ويركر ذلك إذن علينا أن لا أستمع إلى الشيطان حسنا فيأمره الله تعالى بعدم التخاصم في هذا المقام إذن لماذا الله عز وجل يأمرنا بهذا المقام أن لا نتخاصم مع الشيطان؟ من هو الذي يتخاصم مع الشيطان؟ مع عدوان الكرر لأنه الكافر لهذا إذن لأنه لا حجة لأحد بعد أن أرسل الله تعالى إليهم الرسل وأنزل معهم الكتب وبعد أن أنبر الناس جميعا وحذرهم من عذاب جهنم الذي أعده لكل معاند لله ومكذبا بمهدانيته إذن مهما كان الأمر ومهما أنكر الكافر لأنه كان هناك من يوسوس له وأنه كان يضعفه وكان يسر له على المعصية فلا حجة عليك أيها الكافر هنا لأن الله عز وجل أرسل إليك تلك الرسالات السماوية وحذرك من عذاب جهنم فعلى الإنسان أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم وأن يتبع نفسه في طاعة الله ولا يكون له حجة على ذلك نأتي إلى الموضوع الثالث الموضوع الثالث ما هو كما ذكرناه سابقا أحسن كم إنه مصير المؤمنين ما هو مصير المؤمنين قبل بدء لمصير المؤمنين نعود ونكرر عندما يتفصل الشيطان الكافر مع الشيطان فإنه بالنهاية مصيره النار والله تعالى أعلم ما هي الإجابة؟ بأن نتيجة أعماله سوف تكون بما أنها سيئة فهو في نار جهنم والله تعالى أعلم نأتي إلى مصير المؤمنين ثالث موضوع تبين تلك الآيات الكريمة أن الله تعالى أعد لعباده المؤمنين يوم القيامة ثوابا أظيما نسأل الله تعالى بأن نكون منهم وقرب لهم الجنة فإنهم يرونها بأعينها ويرون نعيمها تنهيدا لدفولها حيثما كنا في الدنيا فإنه نقول الجنة بأنها لا عيما رأت ولا أذما سمعت ولا خطرت على قلب بشر لذلك علينا الضغن الجيدا لكي ننال تلك الدرجة البليا نأتي إلى تلك النص الذي يولد عندنا هي تشير الآيات الكريمة إلى أن الله تعالى يكرم عباده المؤمنين التوابين الذين يخفونه بالسر والعلان إذن علينا أن نخاف الله تعالى بمعدة بالسر والعلان لكي نكون ثابتين على إيماننا نأتي إلى هنا بماذا يقول ملائكة المؤمنين عند دخولهم من الجنة إذن عندما تأتي الملائكة وتكون واقفة على باب الجنة وتستقبل المؤمنين اللهم اجعلنا من أهل هذا اللوقف ماذا تقول لها؟ إنها أدخل الجنة بسلام تقيمون فيها آمنين رسيورين أبدا لكم فيها ما تتمنون ولكم عند الله المزيد من النعيم نسأل الله العظيم جنة الفردوس العلي إذن الجنة دار مقرار نأتي إلى الصفحة التي تليها إذن نعود ونكرر وصير المؤمنين ما هو الجنة ننتقل إلى الصفحة التالية أتعاون وأجير مع مجموعة في الإجابة عن السؤال الآتين والد الكلمة قريلا في الآيتين ما الفرق بينه بشكل عام نرى القريل هو الإنسان هو الشيطان الملازم حسنا نأتي إلى ثانيا ورد الكلمة تعثير أثير في الآيتين ما الفرق بينهما سوف تكون الإجابة لديك أيها الطالب فبحث عنها نأتي إلى آخر شيء هي القيم المستفادة من الآيات الكلمة أولا علي أن أستشعر مراقبة الله تعالى ثانيا أحرص على التحلي بصفات المؤمنين وثالثا أحرص على طاعة الله تعالى وتجنب معصيتك رابعا هي النقطة الاستنتاجية لديك فماذا تستمتج أيها الطالب عليك أن تدونه في القيم المستفادة لكن النقطة التي وردت عندي هي أداوم عليه الاستعادة لهم الشيطان الرجيم وتلك النقطة مهمة وهي النقطة التي علينا أن نحرص عليها بالاستعادة من وصفة الشيطان وهكذا نكون قد أنهاينا دمشنا اليوم هو سورة الطاف من الآية 22 إلى الآية 35